رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع انبياء الله المرسلين لا نزال مع أمير المؤمنين علي عليه السلام لنتعلم منه لأن إنسانا يأخذ من علي علمه هو إنسان يأخذ بأفضل الطرق للوصول إلى النجاة في الدنيا والآخرة لأن علي عليه السلام هو الإنسان الذي عاش مسؤولية الإنسان في حياته من أجل أن يقربه إلى ربه فلم ينطلق علي في حياته ليجمع الناس حوله ولكن علي انطلق ليجمع الناس حول الرسالة لم يكن يعمل من أجل أن يكون الناس له ولكنه عمل من أجل أن يكون الناس لله وهكذا كان يقول لأصحابه بين وقت وآخر ليس أمري وأمركم واحدا إنني أريدكم لله لتكونوا عباد الله لتكونوا أولياء الله لتكونوا المطيعين لله إنني أريدكم لله وأنا عبد الله أعمل من خلالي أن أربط بين الناس وبين الله وأنتم تريدونني لأنفسكم تلك هي المشكلة وأنا لا أستطيع أن أكون لكم لأحقق لكم ما تريدون حتى على حساب الله لأن الناس عادة عندما تجد إنسانا ناجحا في أي موقع من مواقع النجاح فإنهم يحاولون أن يتزلفوا إليه ويحاولون أن يتقربوا إليه ليعطيهم بعضا مما عنده وليست عندهم مشكلة أن ينحرف هذا الإنسان عن مسؤوليته ليحقق لهم ما يريدون ولهذا تجد كثير من الناس عندما تقول لهم هذا ليس له أساس شرعي وهذا لا يمكن أن يرضاه الله يقول لك مشيها لا يمكن أن يكون هناك 20 طريق منها لا يمكن أن يكون هناك بعض الناس بالأموال التي بين يديه كانوا يريدون له أن يقرب الناس بالسلطة التي بين يديه أبقي معاوية في الشام واليا ليكون معك وعلي يفهم ما معنى معاوية وما معنى طموح معاوية وعلي يفهم أنه إذا أعطى لمعاوية شرعية فإن معاوية سوف يستخدم هذه الشرعية التي يأخذها من علي عليه السلام في سبيل الوصول إلى طموحاته وأهدافه ولكن علي كان لا يمنح شرعية لمن لا شرعية له كانوا يريدون منه أن يقرب رؤساء العشائر والقبائل ليعطيهم من الأموال التي بين يديه لأنه هو الخليفة الأول ولن يحاسبه أحد حتى يركز قواعد حكمه لأن الإنسان إذا جاب كل هولي مثل الأيام يسموه مفاتيح انتخابية هولي موجودين في كل زمان ومكان مخاتير ورئيساء بلديات ورؤساء عيال وجهاء وأغنياء رتب هذا وقرب ذاك وإعمل هذا وأعطي لهذا الشكل يمشي الحال حتى يركز قواعد حكمه فماذا كان جواب علي عليه السلام قال لهم أتأمرونني أن أطلب النصر بالجول أني أنا بامتصر وبركز قواعد حكمي وقواعد خلافتي حتى تستقر الأمر لي بأن أظلم الأمة هذا المال مش إلي والله ما أطول به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجم والله لو كان المال مالي لساويت بينهم فكيف والمال مالهم كيف أستخدم أنا أموالهم أن أعطي لفلان لما يستهق وفلان ما يستهق وأحرم الفقير والمسكين ما ممكن هذا كانوا يقولون له يا علي اشتغل سياسة مثل ما هالأيام يعني فيه هناك أنت عبقري تعرف كيف تلف وتدور تعرف كيف تلعب على الحبال تعرف كيف تخطط وتمكر وتكيد تعرف تكون تعطي كلمة وبعدين أنت تبلعها هالكلمة تقدر حتى لأن الشغل هكذا ماشي معاوية بهذا الشكل ماشي شو كان جواب الإمام عليه السلام الله عليه كان يقول لهم والله ما معاوية بأدهى مني أنا بفهم زيح بفهم سياسة مليح مع أسف بعض الكتاب في هالأيام يقول مشكلة علي أنه كان لا ألم له بالسياسة معاوية سياسة والإمام علي على البركة مؤمن تقي بخاف الله ما بعمل ما بعمل ما بعمل سياسة حقاوي قالوا والله ما معاوية بأدهى مني عندي عقل يوزع على الدنيا كلها عقل دهاء تخطيط سياسة وبفهم من أين تؤكل الكتف والله ما معاوية بأدهى مني ولو لكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس علي ابن عبطالي اللي يملك الفكر يعني بقصر عن أن يلعب لعبة سياسية لكن علي ابن عبطالي رجل صاحب الكلمة إذا قال الكلمة فإنه لا بد أن يبلغ بها نهايتها هو كان يقول الكلام في وثاقك قبل ما تحكي الكلمة الكلمة أنت تحت سيطرتك فإذا تكلمت به صرت في وثاقك كلمتك تقيدك بعد ما بسير ما في كلمتين ادرس الكلمة فإن رأيتها حقا قلها والتزم بها إلى نهاية المطاعف وإذا لم ترها حقا فلماذا تقولها لا تقولها ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس في بعض كلماته يقول قد يرى الحوّل القلب الحوّل القلب الذي يقلب الأمور ويديرها ويفهمها ويفهم بواقنها وظواهرها وكل أمورها قد يرى الحوّل القلب وجه الحيلة شايف وجه الحيلة يقدر يسلك هالطريق بحصّل غايته ودونها حاجز من أمر الله ونهيه يبجي في طريق نقدر نتحيّل نقدر نلعب نقدر نلف وندور ولكن الله يقول لا تفعل قف هنا ولا تتقدّم شايفة قد يرى الحوّل القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونهيه لما أنت ماشي فيه يوقف ما بدك توقف سيارتك على الحاجز تقدر ما توقفها لكن إحنا نخاف من حاجز الجيش من حاجز الدرك ولكن حاجز الله نحن أبطال أمام حواجز الله شجعان رأساً يقول لك الله يقول لك هيك أنا حور شو كنت أذبت الله خلينا الله عجنب ما بنقول هيك حاجز حواجز الله نختحمها شجعان لكن مثل الأرانب لما يصير حاجز بشري مش جيش مش سلطة مسلح تاريخنا القديم قريب كيف كان مسلح عادي توقف تحكي كلام لطيف بأحسن ما يكون بأخلاء لكن أمير المؤمنين شجاع أمام كل الناس والله لو تضافرت العرب على قتال أخيك ما ولا عنها هاربة كل العقيل لكن أمام الله حليم أبي طالب لا يملك أي قوة فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين علي من أبي طالب كان قوياً أمام العالم ولكنه الضعيف الضعيف أمام الله صلى الله صلى الله عليه محمد الله صلى الله عليه محمد ومشكلة الكثيرين منا أنهم أقوياء أمام الله وضعفاء أمام كل إنسان ضعفاء هذه المعادلة هذه المعادلة معادلة بين علي بن أبي طالب وبين كثير من الناس أن تكون ضعيفاً أمام الله قوياً أمام الناس بدلاً من أن تكون قوياً أمام الله ضعيفاً أمام الناس لأن الناس لا يملكون لك ضرراً ولا نفعاً إلا بالله أما الله هو الذي يملك حياتك وموتك هذه هي لازم ربي أنفسنا أيها الأحبة عليها نتعلم من علي بن أبي طالب نالك وأنا مراراً أقولكم إحنا مشكلتنا أن حياتنا مع الأئمة يعني بين أنه نلطم وبين أنه نبكي وبين أنه نصفق ونفرح بالمواليد بس عندما نجي للأئمة في خطهم ونهجهم احنا ما بنعرف الأئمة يعني هلا في كثير من الحالة قل لك خلاص علي بن أبي طالب نفهمنا لكنه أنت عايب بن أبي طالب تحمله لما نجي هاليام تحمل علي بن أبي طالب ما بتحمله أنت اللي بتكذب أنت اللي بتخول أنت بكلف والدور أنت اللي تغتاب الناس أنت اللي تقف ضد المؤمنين أنت اللي أنت تحمله أنت اللي 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 تحمله لله حرمه ومن دون أن يقفوا عند حدود الله علي يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونهي نهيه فيدعها رأي عين من هو شايفها وينتهذ فرصتها من لا حريجة له في الدين ولذلك إحنا ربما نعيش في مجتمع يغلب عليه الحديث عن الشطارة عن شاطر إفلان بيقدر يأخذ الإنسان للنهر ويرجع عطشان إفلان يعرف كيف يحلب النملة ما بيقول هيك أو لا شاطر شاطر الشاطر يا جماعة اللي بيعرف كيف يوقي نفسه من الناس هاي شطارة صحي تأخذ مني أخذ منك تغلبني أغلبك شغل هذا شطارة لكن الشاطر الشاطر هو الذي يعرف كيف يعمل ليحصل على جنة الله ورضوان الله الشاطر الشاطر هو الذي يعرف كيف يمكن أن يقي نفسه من نار جهنم واحد إليا للإمام قال العقل كيف العقل قال العقل ما عبد به الرحمن وعصي به الشيطان قال فما الذي كان عند معاوية عاقل معاوية يقولون أصحاب العقول قال تلك الشيطنة الشيطنة فرق بين تكون عاقل وبين تكون شيطان بل يستألثوا أحد أنه يكون عندنا فلا شيطان يعني الشيطان يعني يعرف كيف يلعب يعرف كيف يعني يركز الأمور يقلبها شيطان شيطان نهايتها معروفة نهايتها قصيرة لكن العقل الله يقول وما يتذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب يعني أولو العقول لأن العقل يخطي يحسب حسابات الربح والخسارة هل تنفعك هل ظرفك يحسب حسابات الدنيا والآخرة ما يحسب حسابات الدنيا فقط لذلك لما تمشي مع نداء العقل فأنت تمشي في الخط المستقيم والله سبحانه وتعالى اعتبر العقل اعتبر حجه حج بينك بينه وبين عباده الله يحتج علينا بعقولنا يثيبنا على قدر عقولنا يعاقبنا على قدر عقولنا عندما عندما خلق الله العقل في الحديث في بعض الأحاديث المروية عن أهل البيت عندما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال فبي حلفت أو عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعذ علي منك إياك آمر وإياك أنهى وبك أثيب وبك أعاقب لذلك الله يريدنا دائما ننمي عقولنا نشرلها تحدث عن الناس اللي عندهم قلوب يعني عقول لا يعقلون بها يعني واحد عنده عقل بس ما يشغله ما يشغله حتى ينميه حتى يطوره حتى يصل به إلى ما يريد هذا ولذلك خلينا نفكر دائما فرق بين أن تكون عاقلاً وبين أن تكون شيطاناً وإذا فكرتم بالشطارة المهم تكون شاطرين في نهاية المطاف مش هلا شاطر ما في مثل بيقول الذي يضحك هو الذي يضحك أخيراً في بعض الناس لمن يبدي ضحك ترطل لكنه بعدين في النهاية يحتاج لأرطال كثيرة حتى تجمع الدموع اللي يبكي فيها مش المهم البداية أيها الأحبة مهم النهاية ونهايات الدنيا أيضاً ليست هي نهاية المطاف نهايات الآخرة لما نوصل إلى الله سبحانه وتعالى هي الغاية لذلك نحن نحتاج أن نعرف من علي عليه السلام كيف كان يناجي نفسه ويقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثاً لا رجعتني بعد ذلك كان الإنسان الذي كانت مبادئه أقوى من حاجاته وكانت آخرته هي الأساس الذي يؤكد حركته في الدنيا لهذا لاحظوا إمام مثلاً عاش يقال ضرب على رأسه الشريف فجر يوم التاسع عشر بقي ذلك اليوم ليلة العشرين يوم العشرين انتقل إلى رحاب الله في ليلة الواحدة والعشرين مش يوم ليلة الواحدة والعشرين كما يقول واحد بهذا الحال ضرب مثل هذه الضربة يروى أنه كان الناس عندما يأتونه وهو على ما عليه من الضعف نصف الدماء ضعف سريان السم في جسده كان يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني ترى بعض الصائر لبعض اليوم يوم أين أنا؟ أنا اليوم أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم إبرة لكم وغدا مفارقكم سلوني قبل أن تفقدوني كان يطلب من الناس أن يستفيدوا من وجوده كان يحمل مسؤولية أن يعلم الناس وإذا لم يسأله الناس كان يبتدئهم ويدعوهم إلى أن يسألوه كان همه الله وعباد الله أن يهديهم إلى طريق السوي لاحظوا الآن الوسية التي أوصى بها الإمامين الحسنين سلام الله عليهما ولم يقتصر في البداية وجه لهم بالفقرة الثانية قال وجميع ولدي ومن بلغه كتابي يعني الوصية تمتاد في مدى الزمن كل من يسمع وصية أمير المؤمنين أو كل من يقرأها فهو معني بتنفيذها أوصيكما بتقوى الله شو الأشياء التي تحدث فيها ما في شيء شخصي أبدا كل الأمور التي ركز الإمام عليه السلام الوصية فيها كلها أمور تتصل بعلاقة الناس بالله وعلاقتهم ببعضهم في كل مسؤولياتهم وعندما اقترب إلى قضيته الخاصة وهي قضية موقف الموقف ممن ضربه وقتله كان أيضاً كان يطلب من أهل بيته أن ينفذوا حكم الله وأن لا ينحرفوا بفعل عاطفتهم وحزنهم قيد شعراً يعني كان يريد أن يكون رد الفعل إسلامياً لا عصبياً جاهلياً كما يفعل الكثيرون منا مما نتعرض له إن شاء الله أوصيكما بتقوى الله قبل كل شيء لتكن تقوى الله هي الأساس الذي تركزون عليه حياتكم والذي تتحركون من خلاله في دروبكم ولتكن الغاية أن تراقبوا الله في كل ما حملكم من مسؤولية والتقوى هي أن لا يجدك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما لا تطلب الدنيا كهدف الدنيا حاجة أنتم تعيشون في الدنيا وفي الدنيا قعامكم وشرابكم وملبسكم ومسكنكم وشهواتكم هي حاجة الدنيا حاجة وليست هدفا لأن الدنيا لن تبقى لك فكيف تتطلب الهدف فيما لا يبقى لك الهدف الذي يستهدفه الإنسان الغاية التي يبتغيها الإنسان هي الشيء الذي يبقى له ليمثل عمق طموحاته وليمثل كل مستقبله ولكن إذا كان هذا الهدف وهذه الغاية إذا كان ذلك مما يزول فكيف تخطط كل حياتك لما يزول كيف هذه الإمام في بعض الحالات يقول لغيرها خلقتم أنتم موجودين بالدنيا لكنكم لستم مخلوقين للدنيا لا تبغيها لا تطلبها يعني طلب الإنسان للهدف الأساس وللغاية نهائية وإلا كل إنسان معني بدنياه أن يعمل بها أن يقوم بمسؤوليته فيها أن يحافظ على عزته على كرامته على ماء وجهه على عيانه على كل هذا شيء طبيعي هذا الجزء من المسؤوليات لكن أن تعتبر قلبك متعلقا بالدنيا بحيث إذا انقطعت الدنيا انقطع قلبك ما في واحد معلق شيء إذا راح الشيء خلص راح صار سكتة قلبية صار عنده لا وأن لا تبغي الدنيا لا تطلبها وإن بغتكما إجت ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما إذا راح عندك خسرت شيئا من الدنيا لا تقعد نص صبح للليل تعمل تعزية وصراخ وحفلة تأمينية والله أنا خسرت من القضية وفلانا وخسرت له خسارة مثل الربح خسارة تجيب أسبابها إذا خسرت ادرس الأسباب حتى تتفاداها بالمستقبل والربح يأتي بأسبابه إذا ربحت لا يطغيك الربح ادرس أسبابها حتى تستزيد منها الدنيا هكذا في نهار وفي ليل هلأ إذا إجانا النهار نعمل حفلة وإذا إجانا الليل نعمل تعزية طبيعي يجي الربيع ويجي الشتاء يجي الصيف ويجي الخريف شو يعني شو طبيعي أيضاً تمرض اليوم تشفى بكرة اليوم تخسار بكرة ترباح اليوم تنتصير بكرة تنهزم اليوم انجحيت بكرة ترسب والعكس بالعكس الدنيا هذه طبيعتها إذا كانت طبيعة الدنيا متحركة وكانت كان كل جانب السلبي فيها مثل الجانب الإيجابي فيها فعليك أن تتقبلها كما هي ألا يرهقك ما تفقده من الدنيا وأن لا يطغيك ما تحصل عليها إذا جاءت الدنيا فقل جاءت بأسبابها وإذا ذهبت ذهبت بأسبابها وهذا هو الشيء اللي الإمام سلام الله عليه في كلمة أخرى قال في رسالته لابن عباس أما بعد كل الناس في أشياء تفرح فيها وفي أشياء تتألم فيها خل نفهم قال له أنا بدني فهمك أنه الأشياء اللي تفرح بها الناس بدها تجي على كل حال والأشياء اللي تتألم فيها الناس تحزن ما بدها تجي أبدا فالشيء مركز بالحياة إذا وجدت أسباب الشيء وجد وإذا فقدت أسبابه فقد أما بعد فإن المرأة ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه فليش بدك تتألم شيء ما رح يصير تفرح أم شيء بد يصير مثل ما ما استننانكم أبدا قصة إحنا الآن حياتنا مثل الليل والنهار الخسارة ليل والربح نهار الفشل ليل والنجاح نهار فليكن تصرفنا في ذلك كتصرفنا في الليل والنهار جزء من طبيعة الحياة بس في طبيعة الحياة على قسمين هناك طبيعة ثابتة وهي هذه موجودة بالظواهر الكونية شمس قمر هذه ليل نهار في طبيعة متحركة وهي علاقة الإنسان بالواقع من خلال الأسباب التي قد توجد وقد لا توجد تغرب الشمس لما تنتقل المنطقة الأخرى أيضا أنت في بعض الحالات تخسر لمن الفرصة تصير لغيرك مثلا هذا تشرق الشمس لمن تجي لأفقنا تربح لمن الفرصة تصير بحسابك هذه هذه لكل إنسان شمسه وقمره وليله ونهاره وهكذا مثل الطبيعة ولذا الإمام قل أنه إذا بدك تستأنس في شيء ثاني استأنس فلا يكن أفضل ما نلت في دنياك يعني أنت غايتك أنت بلوغ لذة وشفاء غير كل هدفك بالحياة أن تحقق شهواتك أن تحقق لذتك أو تشفي غيظك لأنه لذة لحظة وقال كل واحد من أجلين لذات لذات حسية ولذات معنوية لذات 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 شفاء الغير أنت الآن اغتضت من حدا ضربت كف شتمت عملت أديش إحساسك إحساس اللحظة والإنسان ما لازم يبيع حياته أن يبيع حياته بإحساس لحظة فلا يكن أفضل ما نلت في دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ ولكن إطفاء باطل وإحياء حق لأن الحق هو الذي يتحرك معك ليوصلك إلى الله وإسقاط الباطل هو الذي يقربك إلى الله بدك تفراح فليكن سرورك بما قدمت من عمل صالح وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأسفك فيما خلفت من الفرص اللي راحت وهمك فيما بعد الموت هذا هو الهم الكبير لأنه يحمي المصير فإمام يريد يقول يا جماعة قدروا الأشياء بمقاديرها الدنيا إلها حجم معين حجم الدنيا حجم معين فلا تكبروا حجم الدنيا والآخرة والآخرة إلى حجم كبير فلا تصرروا حجم الآخرة مشكلتنا أننا نصرر الأشياء الكبيرة ونكبر الأشياء الصغيرة والتوازن أن تأخذ كل شيء بحجمه تأخذ حجم الشيء وتتعامل معه على أساس حجمه فإن ذلك هو الذي يجعلك ترتبط بالأشياء بشكل واقعي وهذا الذي إسلام أيها الأحبة لا يريد أن يبعدنا عن الدنيا ولكنه يريد أن يجعل لنا أن يجعل الدنيا فرصة نمارس فيها حاجاتنا ثم ننفتح من خلالها على ربنا وعلى رضا ربنا قضية هكذا ليس منا من ترك دنياه لآخرته ومن ترك آخرته لدنياه الخطل الذي الله حدثنا عنه يوم القيامة يوم في الحج أنتما نروح للمزدلفة الناس لازم تدعي في قسمين من الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من مكتش كسبوا هذه توازن وكل ما نتوازن بين العقل والعاطفة بين حياتنا الفردية والاجتماعية بين الدنيا والآخرة كل ما نتوازن أكثر كل ما ننجح أكثر كل ما ننطلق إلى طريق المستقيم الذي يوصلنا إلى الله أيها الأحبة كان علي يفكر فلنفكر وكان علي يتأمل فلنتأمل وكان علي يجلس إلى الله جلسة الحبيب إلى حبيبه فلنجلس مع ربنا جلسة الحبيب إلى حبيبه حتى أنه عندما كان يتحدث عن العذاب كان يتحدث عن العذاب يتحدث عن الحب وكيف تعذبني وحبك في قلبي لئن أدخلتني النار هذا كل ثقافة علي لأولاده ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك وهذه هي الوسيلة التي يتوسل بها إلى أن ينقذه من النار نقدر نقول إحنا يوم القيامة إذا ما بنحب الله إذا نكون نحب الناس أكثر من الله ما بنقدر نقوله ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك فلنرب حب الله في قلوبنا كما رباه رسول الله في قلبه وكما رباه علي والأئمة الطاهرين في قلوبهم حتى ننطلق إلى الله من خلال الحب والخوف والرجاء والطاعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد لله شكرا